بالحل المثال الثنين على القوة المؤثرة في جسيم مشحون المثال الثنين هنا يقول أنه تتحرك حزمة إلكترونات بسرعة ثلاثة في عشرة أو ستة متر لكل ثانية عمودياً على مجال مغناطيسي منتظم مقدارة أربعة في عشرة أو سال بثنين تسلة ما مقدار القوة المؤثرة في كل إلكترون إذن فقط طلب مني مقدار القوة ما يحتاج تحديد هذه القوة لكن أنا بحل بحاول أحدد طريقة تحديد القوة على حسب افتراضات معينة هو ما أعطاني أي افتراض هنا يعني لا أعطاني اتجاه المجال المغناطيسي ولا أعطاني اتجاه سرعة هذه الإلكترونات فأنا أفترض اتجاهات من عندي لعشان يعني فقط نفهم كيف تحل مثل هذه المسائل في حالة طلب مني الاتجاه فمثلا لو افترضت أن المجال المغناطيسي اتجاهها إلى الخارج طبعا المعطيات الموجودة عندي أن سرعة هذه الإلكترونات هي ثلاثة في عشرة أو ستة متر لكل ثانية وأيضا قال أنه شدة المجال المغناطيسي اللي هو بي يساوي أربعة في عشرة أو سالب اثنين تسلا وأيضا طبعا بما أنه إلكترونات قائن معناته أنه شهنة الإلكترون الواحد اللي هي كيو مثلا تساوي واحد وستة من عشرة في عشرة أو سالب تسعة عشر كولو وهي ثلاثة أرقام معنوية يعني عشرة أو ستين من مية في عشرة أو ستين إذن هذه ثلاثة أرقام معنوية هنا رقمين معنويين هنا رقمين معنويين الموجود فبنفترض أنه اتجاه المجال المغناطيسي إلى الخارج فإذا رسمنا بهذا الشكل نقطة معناته الاتجاه إلى الخارج وبأفترض أنه سرعة الإلكترونات تتحرك بهذا الشكل المطلوب عندي هنا في هذا المثال هو القوة المؤثرة على كل إلكترون يعني على الإلكترون الواحد فلو قال على مجموع الإلكترونات معنى أنه لازم يعطيني عدد الإلكترونات فأضربها في القانون يعني أضربها في النتيجة النهائية مدام قال لي كل إلكترون فقط أنا أحسبها على شحنة الإلكترون الواحد فقط إذن إذا المجال المغناطيسي رسمناه بهذا الشكل معنى أنه إلى الخارج يخرج من الورقة إذا رسمناه بهذا الشكل معناته المجال المغناطيسي اتجاهها إلى داخل الورقة فلو افترضنا أنه اتجاه سرعة الإلكترونات إلى اليمين معناته سنطبق عليه قاعدة اليد اليمنى الثالثة الأصابع يشير إلى اتجاه المجال المغناطيسي والإبهام يشير إلى السرعة فتكون بهذا الشكل يعني لو حددناها هنا يعني اليد تكون إلى الأعلى الأصابع يكون إلى الأعلى والإبهام بنفس اتجاه السرعة معناته أن القوة تخرج يعني القوة المؤثرة هنا وبما أنه إلكترون معناته إشارة سالبة معناته القوة معاكسة معناته القوة تكون إلى الأعلى لأن إلكترون لو كان بروتون موجب الشحنة معناته بهذا الاتجاه لكن بما أنه إلكترون سالب إذن القوة تكون بهذا الاتجاه لو افترضنا أن الإلكترونات تتحرك بهذا الاتجاه سرعتها بهذا الاتجاه فتنعكس عندي القوة يعني إلى الأعلى وبعدين القوة إلى الأعلى لكن بما أن الإلكتروني شارطة ساربة إذن القوة تكون إلى الأسفل فهذا افتراض ثاني الافتراض الثالث لو افترضنا أن المجال المغناطيسي إلى الداخل واتجاه السرعة بهذا الاتجاه اتجاه سرعة الإلكترونات فاللي يحصل أن الأصابع الآن إلى داخل الورقة وأيضا الإبهام بنفس اتجاه هذه السرعة معنى القوة تخرج من راحة يدي ذنب بهذا الاتجاه وبما أن الإلكترون معنى القوة اتجاهها إلى الأسفل والعكس إذا كان الإلكترون يتحرك بهذا الشكل معنى أيضا إلى الأسفل والإبهام بنفس هذا الاتجاه الأصابع إلى الأسفل واتجاه الإبهام بهذا الاتجاه معنى راحة اليد يعني القوة تخرج من راحة اليد وبما أن الإلكترون إذن القوة معاكسة لأن إشارة الإلكترون ساربة معنى القوة بهذا الاتجاه هذه أربع افتراضات هو لم يذكرها في السؤال ولم يطلب من الاتجاه لكن هذا للتوضيح لو حصل وجاء سؤال بهذه الطريقة مقدار القوة نحسبها من القانون اللي هو القوة المؤثرة على الشحنة اللي تتحرك في مجال مغناطيسي تساوي مقدار هذه الشحنة في السرعة في مقدار المجال المغناطيسي فنحن نتكلم هنا في السؤال طلب مني أو في المثال طلب مني القوة المؤثرة على كل إلكترون يعني على الإلكترون الواحد إذن هذه بعوض فيها بشحنة الإلكترون الواحد اللي هي سالب 61 من 100 في 10 والسالب 19 لو ما وضعت السالب ما فيه إشكال لي أنه لم يحدد الاتجاه القوة فإذا وضعت السالب أو ما وضعته ما يفرق في هذه الحالة السرعة عندي هي 3 في 10 و 6 مضروبة في شدة المجال المغناطيسي اللي هو 4 في 10 والسالب 2 نلاحظ هنا ثلاث أرقام معنوية مضروبة في رقمين معنويين مضروبة في رقمين معنوين هذه عدد الأرقام المعنوية 1-2-3 وهنا 1-2 وهنا 1-2 معناته أن الناتج هيطلع عندي أقل يعني رقمين معنويين يعني يطلع بأقل الأرقام المعنوية معناته الناتج بيطلع برقمين معنويين إذن هذا يساوي لو استخدمنا الآلة الحاسبة معناته يساوي 1-6-10 أس سالب 19 مضروبة في 3 أس 6 مضروبة في 4 أس سالب 2 إذن هذا يساوي فيعطيني هذا المقدار بثلاثة أرقام معنوية 1-2-3 فقط أنا أكتفي برقمين معنويين لأنه الناتج هيطلع برقمين معنويين فيصيرين عندي هذا يساوي سالب 1-9 من 10 يعني أحدث الاثنين والاثنين أقل من الخمسة خلاص تنحدث بدون أي إضافة إذن في 10-14 وبما أنها قوة ستكون بالنيوتن